اشتركوا في القناة 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 المكان من مذهلة في الوقت المنزلつ مجرودية للنين كانت اخرى في التطورة المقابلين على المقابلات مقابلية ومانا هذه التصوير بي southفة،مانا هذه التصوير الملاحظة участكه وهم ملاحظة وكان إضافة لمع Vera الملحظة في التاريخ ومن هذا التصوير يترك من له من جيدة عيما الملاحظة ومانا مثل الانس عام وفي التعامل هناك يظهر في الأسفل موسيقع النقار المقبل في الرفضń للعرض وهذا الشتكاستيقى من قد عامية أتمنى بعض من البراطات عامية في هذا البراطات عامية وقت من الأضل وقت من العامة شيئة عندما كانت خاوة مد ascensية تلست مددان العالمية و هو العالمين لتغير الأعلى من العامة رحلة مددانية كان هذه النية الحقيقة فيما يحاول فيه مددان nationalاعلى وما يتغير ان البيان معرض البيان than lسبة المقاومة؛ الـمنعطات المددانية من البلاد انque عظيم المددانية المددانية في مارس في المنزل، مرنبوك ونوارغ. مادرقايا هو إعادة من إيجادات المتقارنة من المعارسة الماضية. بإمكاني التعليمات المتقارنة، ومع المتقرنة المتقارنة الإنقانية في مقارنة المتقارنة ومعنة العبادة المتقارنة. ومن ثم أن يكون ذلك تعريبًا من العديد من الأساسية من المتعاقبات في المعارضة القادمة وشكرا المنطقة للغاية المنطقة للغاية كوال كوال هو قصد كما يرى هذا كما يرى من التجربة من التجربة التي تتعامل أكثر ويقضت هذا بشكل كذلك. هذا هو مثل من قدرات التساعدة من قدرات التساعدة التي تصدروا في نفسنا من قدرات التساعدة المترجم الأولى التساعدة التساعدة إلساني لسي تاراً الكثير من العرب العادة والإعادة البشرية جداً أم من الم finelyاً واسرة للعلوميات من التحقيق في الجميع من النجاور من الأعوبة في المنزل الفجام الملتح بشدة في المنزل تنفل فلحل من أعادة في عام الأعادة في التعامل على المشارة والإمكاني من العامل تحييز الناس في الناس في حيات الناس في السنة وعن تعتبر الأنجاني بها وتعالي من العامل ومع المنقلل هذه القنية لتعامل من الناس في عامل بالتغار في حالي بلتك وفورياني الهدى 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 أسفل من المترجمين العاملين الهدى 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 وفورياني كان أعطاء في قبل مرة أخرى ويحن لديه أعلى لديه اليوم يزالان عمر مدريبه ويسانا عن مدريبه ويحن لديه مدريبه من المتابعة التي كنت تصدقى المتابعة من المنشن في الناس الملحلة لديه مدريبه مدريبه في طرحي التجربة لا توجه في أمد القرى أمدٍ أكام الجدعي أمد فضلك أمد صغير مدفع أمد سبيل مدفع هذه المعروف من أمد مدفع أو أمد قد قد فضلك ويظهر في أسلحة تشتريبا ويظهر في فضل مصرحة سيقوم بسرحة في أسلحة سيقوم بسرعة في أسلحة التجارب ويظهر في أسلحة من الأفضل من المضاريات الجديدة من الماضيات الماضية هنا يهمي بشكل تاريخ لأن الماضيات يكون العدد من الأكثر مضاء من الأسفل أن السغر الانكرة من الأسفل والماضيات الماضية يهتم العادة من الأسفل يبدأ بالمكام الشعب عن البشر بنواصد المتلومات وأنت توقيت وتعالى المتلومات قبل ذلك الناس المتلومات اضافه ولكن من العالم الرئيس بمكام العالم رائع تلك آئة العلمات فالنعام العلمات Polelu اعيقى في شكرا للميبي في الحقيقة للتعيمة بعد 1908 كانت في صفحة العامة الإجتماعي وصفة الحقيقة وصفة الاتجابة هذا الاتجابه بمكتابة الخارcter kurz nach Hodler's Tod. 2020 أصدقى التعامل بالطور في المناطق الأطينة الأن شوائز أسهل في الجحاب واحدة من معقد شاعر حول قد بالخارقة هذا هو النظر بلغة الصال مع أخوار المختلفة ومختلفة المختلفة المختلفة لقد كانت أخوار 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 المترجم للتجارة المترجم للتجارة المترجم للتجارة من الأمبر ولكن أيضاً تجارة للتجارة الوحيدة من النظام الوحيدة يجب أن يوجد تشيئ في النظام الدولة تشيئ في التساوير المتحدة في الدولة ودى النظام الأيامية. أمور المتحدث عن الواضحة المعادلة. وشيئ في الأعيادات التي تشيئ في الأمور المتحدة. Die damals herrschenden sozialen Spannungen gipfelten in der Schweiz 1918, also kurz vor Ende des Ersten Weltkriegs, in einen langsweiten Generalstreik. Über 250.000 Arbeiterinnen fordern eine Verbesserung ihrer Lebens- und Arbeitsbedingungen. هذه المعارضة المعارضة في هذه المعارضة من العاملات المعارضة في هذا المعارضة نحن الآن من البشر ترجمة الماضي كامل من عن الحديث الذي ينسبه في المعلومات الثالثة يجب لا يساعد قد الحديث في الصفحة المحاول المعرض في هذه الجهور كتاب من التعظيم سالي نذار فوجوه يزمعون المعرض هذا الخامس يرضى مضوك بشري ويقومات ظهرًا ويقومات ومعدي llegaية الاثنجات في ماهيكم عالدات طاقة يحيطه محاولة مستخدمة ومعوضات في بديوك أعاده ومع تضّن أن يستخدم بخارج إننا نجد أن ننفتحان وإن نحن نساحة فنحن نحن المريضة كنت أولى أن نحنن فى بخارج ومع المستقلات من الفيديو ومع المرات لأسابة ليس لتعرف على الناس غير الأسابة الأسابة أن تستطعت ابن كلمة العلمية عوض سيما مدعمة من في عامة 161 و 1969 مدعمة الإجابة ستوبتح في العالم ومدعمت على إجابة العقل الذي قدعمة المنزل تقتديدة العالم ومشبرده مع متعلقة الكثيرا ومن الشوان برود في المفضلة المصدر في أبدا كبير ومن المللطى الغداء في الحلقة في الهدى بردان مصدر في التطوير من أجل التجربة من أجل الواضع وصفتح مع التجربة لتعبُّع عبر دياري من الأجل المصدر يزيح عارض سيما في رمال المنزل العديد وعشركات في المنزل تلك المنزل أمام الأن العامية والمقراطية المنزل المنزل من المنزل عبرت مرسلل، ريس نامان، لارنس وينر، ....Feljudjer D.S.R.Y.S.A.R.Y.S.A.R.Y.C.A.R. y.J.J.E.P.O.Y.S. اموا ت مورا وارت امرع وكذلك من اعطار الان بطلقات منها وكذلك من الناس ولكن من المستخدمات وكذلك من الناس وكذلك من المستخدمات موسيقى يوميقى تصمت شيئا لأطمام إذا كانت التعبور كانت تهديد على ادمرها كانت تهدية موسيقى عندما كانت تشبه إلى أعضب أن تكون علماء أعضبه أعضب أن تتعرف الأساسي وانتعرف أن تتعرف أن تتعرف الأحياد من العام الأعضب تجارب الأحياد فعلاً معنافك وما يمكن تتعامل معنافك وما يتعامل معنافك وما يتعامل معنافك وما يكون مدينة المنزل 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 الأنساء. سيكون في مقابلات الأنساء الأقصاص أجل تبقى برايخات الأنساء ويوجدها أخباد أماما رجل المنزل الهدى إذا أرى أنه يوجد مقابلات هناك هناك ، هناك مجزدًا هناك 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 مجزدًا من هناك سنحن يوجد مجزدًا على مستقبل الأعلى هذه المرة هذه المرة هناك أشياء يوجد الأساسية أشياء أشياء في المرة ثم يوجد الكثير ثم يوجد ثم ثم يوجد ثم ثم يوجد المرة يجب أن يكون القربية في اليوم وأيضاً مثل القربية من التالي السابق تلك السابق الطريقة من هذه المحافظة ويساعدنا هذه الماسات. هناك يوجد الماسات. 4x2x20 يوجد مما يوجد مما يوجد مما يوجد مما يوجد مما يوجد المترجم للترجم للترجمة يؤمن فخبيط في القديم قضية ليسوا معاكات الكثير من قد من الاجل المعلومات صغير من الواقع المعلومات لدى الورخبس القديم على المعلومات وعند الواقع في الملاد قطعوا الملك من المنزل الاضحة من الكثير من المنزل الاضحة في المنزل الاضحة من الاضحة لتصمت على المنزل الاضحة هذه الأشياء يحيط الإجاد على انيبة السؤال ليس الذين يُحيط على صفحات المنطقة تحيط على أجلال قربيب التالي tاله وضع المعارض من قتمل في المقارب على المعلوم المنطقة لذلك القربيب التالي ومع بعض اللهي أولى لذلك الدين من قارب الإجادة والسلسل المنطقة قد يمكنك تشجه شديد من نزل داخل المتارات إلى قموانات صعود مستقبوانات صحيح الآن من نزل المتارات لذلك كمدارة طريقة المتارات مع الناس ومدرن الانتظار إنه مجرساً من الناس لهذا الشرم في الانتظار الكثير من الناس عندما يوجد الكلمة للمنطقة من كل الأولين من الأولى في المتجملة الكثير من أجل ما يكملون مقاعدة بعدها البعضت ان المتجملة توضينا المتجملة في هذا النجات المتجملة سلوه أن أسمان الشيخ في كزيك أولاد فشيخ في العامة وغلبت شغيك في الجزيم بالنسبة من الوكسرات الشيخ الاجتجارات والزنة والقرية كما هو قرآن من خلال وحضو خلال صفحيح وحضوه كان هناك الأولى وحضوه الآن بلسات القرية وحضوه بالنسبة عندما يسمع محضوه الآخرين في نفس الوقت كما يضرحكون هذه الأسفل من الإنسان في الزراج وهي في هذا الممن خلال في المدره وفي هذه الوحيد في المدرات التكتبير من الوحيدة توقيت جميع الوحيدات المدرات في المدرات المدرات من الصحيات أخرى كانت المدرات وليصد لا يتمكن مهارة الماضيات التي يحدثت في مدينة وقالت الماضيات التي يحدث في مدينة وفي سنة حيث الآن مدينة قيام الإمعادة مع مدينة الآن بيضان المضيئة مختلف في هذا هو مختلف. في مهتر بنواني البداية كنتيوم كنت يحلت حصول الناس في السيوط وجمال الناس في الأسجار التعارير في زودة المساعدة من الحصول العامة للمعبродاتية وتعامل الناس كانت 있어서 منذ هذه المميزة المساعدة في السيوطان المترجم المستخدمة ديها الواقب وعندوا أنتم تشتري إلى الواقع ومع الكثير من هذا الواقع في الواقع وهذا يبدو الكثير من نظام الواقع ولكن كنت تتحدث عن هذا كنست في هذا المعارفة المعارفة كانت المعارفة من القارب في هذا المعارفة من التعامل كان يتحدث عن هذا المعارفة الـ ويوض المصدر مصدر من المصدر مصدر المصدر مصدر 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 من الهل العام مصدر من الأشخاص الجالرين جميع جلاجرين الذين كانوا يتعامل حضور الوحل المصدر النظر تجتب ان يكون البرى العامي وليست البرى العامي ومعه جدا لكوى مجتمع البلاد للعامي في البرى عامي وبدأ الى المقرون المقرون، وغير المقرون المقرون المقرون، هل كانت هناك مقرون المقرونة كمختلفة مقرونة الشركة وهو نحتويض يجب أن نسيجيا نسيجيا سيكون من النجاح ويس لذلك يسأجل من المعارج الذي أخذ من المعارج هذه المق descubalen في البيع المعارج العدية المديوهور عميز في نظام التعامل ويجب أن تكون هناك في معارج الأسوار هنا أراضي كنت فيه كنتهي بمعارضة في المقاومة هنا فبال الجائحة في المقاومة الى الروس ب الفورة، setting roundها يوضع هذا لجبية وراء التفاق الصوعة فيجازة الأشخième اشتركاء في قبل الباردة في هذا المنصد الى لتجربة أي محتلية مجتمع في التسليل البرج الجمائي الكتب أنه محتلال للإدرسال في أردتكت من الكثير من المنصد لتجربة المنصد هي أيضاً لتجربة المنصد ولكن هناك الماضي للأرض لديها المنصد حيث وشكل السياج ومكان هناك ينات في هذه المنصد من هذه الأمور التي تحقلتها مستقبل الاجتماعي ويساعدت على الاجتماعات التواجدات التي تحت ستحقها ويساعدة السجد في ترابانشا تحرانشا يسمو المتحدث في تحرانشا في المعلومة التحرانشا معجحوانی مقرد الحلق في المشاة التحرانشا بالتحرانشا خارج بحرانشا تكتب وجه، العجورية للدعم إلى الإنسانية وضع التعريف من أجل فريقين المح Bernabe دعوى إسمع ال Felipe شديد أفضل على التعريف الأنسانية كان في هذا الوقت التالي من المترجمات. أعتقد أن يكون هناك بعض الأقام بها. سألت تقوم بيشي قريقا الطبع. في عامن عامة قليلاً أعضب مرتفعات للعامة والمترجمات من ريجي كوريغ اي جزيجي كوريغ اي جزيجي كوريغ اي أصبحت ريجي كوريغ اي أصبحت مجالية الأمد و هي حيث تنظير كوريغ اي أصبحت و هي اصبحت اليوم و هي كوريغ اي شهر في عميور و هذه المتضيحة في الجزيجة الهواء ومشارة يشاركت تناول أن يشارك في تنفيذ ويصارات أن يتوجه كما يشارك فيه ويهى تسمي إسميه ويأتي يشارك الإنواف والطورة يشارك فيها ليس فقط على أساسي وله يشارك في التنفيذ وهذا يشارك في التنفيذ كما يشارك فيها مختلفة بشكل مدعي ومعان فيamos على حيث يتص定 في عروبي الإجابات ويشد في ع Τοبة اوعان الفضي هذا فارسوغة دولة تشتري في حقيقة يهزئ لهم في ذلك الواقع ذلك الاجتبع ومع تشتري في ذلك الاجتبع يصبع كذلك ومع قذل بحراء ومع ذلك الاجتبع ويصنع هذه النجلة بأنه يتعالي يتعالي كان أولاد ثم يراني يسمى عورة سنوية ومشاركوا في نيوارك مكتابه ويكاد في الارضع ويحصل على الارضع ويحصل على الارضع ومشاركوا في الارضع سنتهي بهما مرة قدتة في الارضع لكن على المفاصل، لكن على المفاصل، أماكن، يوجد في هذا الوصول، تقارب من القصة من الواضح الحقيقة، وهي في حيث الوصول، أن تتعطي من الواضح الحقيقة، ومعركة أطلاق كما يollaن على الوقت مين يوم zastدف ا Hop und wieه تلك الفر lett Pikachu ما يسمى به من الفيوم أو ما هو ظهرہ كثيرا تفتح فاطد ولكنك من رlé failing للتطر League في أيضاً من حيث الفيديوهر بخير مع فراق البعض وحبالت على السعارة من قبل على هذا المقدم ويوجد فيديونا يوجد هذا المعامل في هذه الناسية وهناك الآن في دعونا يوجد هذه الناسية على المعاركة التعليماتية في حاليا الكثير من الترجمة ويوجد تلك المعاركة التعليمات بالتعليمات المعاركة المعاركة هذا هذا الوصول على المعاركة أتمنى أنه يجب أن يكون هناك أتمنى أنه يجب أن يكون هناك في تاريخ الفن الوزدي وثلاث عوان وثلاث عواني فانا لقيت انه التلاث تاريخ ان هو اتكلم عليهم بيمثلوا وبيشكلوا محطات مفصلية في تاريخ الفن المصري اللي بتحديث لحد الآن اول محطة اتكلم عنها سنة 1916 وده الحقيقة كانت تقريباً كانت المرحلة او بداية تشكل الحركة الفنية في مصر يعني الرعيل ما يسمى بالجيل الاول دول خرجوا من فلية الفنون الجميلة دولية اساسة سنة 1908 خرجوا سنة 1911 وراحوا اوروبا درسوا في باريس في روما في اسبانيا ورجعوا بالدراسة الاكاديمية وكل الدراسة الاكاديمية اللي هم الاسالين الاكاديمية اللي هم التنوعاً وكان على اعتقهم يعني انا انا مش عايز ازرد كتير في التاريخ في المفن لان انا معظمنا يعني انا معظمنا عارفين وفانا هاخد يعني هحاول المحطات دي اتكلم فيها بشكل تحليلي يعني يشوف ايه اللي حصل في فكان الجيل الاول ده خد على اعتقه مهمة يعني كان هو بيرزخ فيها وكانت مصر بتارزخ تحت الاقتدال البريطاني فكانت فكرة اثبات الزرد والهوية دي فكرة يعني من اوائل او من اكتر الدوافع المؤسرة في حركة الفن او اللي بتدفع حركة الفن في مصر اللي كان بتتشكل في ذلك الوقت فكان فكرة الهوية والبحث عن البعض يعني انا رحت اوروبا واتعلمت بالاساليب خلاص اتقلت الاساليب الغربية اللي انت يا محتمي عملتها دي فانا عايزة اثبتلك ان انا مش اقل منك او انا دولا عنك هيا فكان فكرة البحث عن الهوية في الوقت ده او اثبات الزرد المصرية كنوع من المقاومة في الفترة دي كانت بتمر عبر راس او تسجيل بمعنى دبق تسجيل المنظر يئمة المنظر الشعري يئمة رجوع للتراف وده كانت يعني العزز فبرة الهوية للتراف كانت اكتشاف مقبرة الملك توت عقاموني سنة 22 فده لفت انظر العالم كله لمصر كمكانة كبيرة وكتاريخ يحتاج الاتفادي له يعني هو او دراسته ويالتماعهم فيه فده ارجع يعني اعزز اعزز اه 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 بترافه او بكمان اه المنواه المناخه اللي هي ممكن تشكل اه اه deductه يعني دي كانت طبعا الأسليب الأكاديمية اللي هم يعني كانوا بيمرسوا الأسليب الأكاديمية المدرسية ما كانوش ما فيش أي تنبيهات ما فيش خروب يعني ما على بعض العناصر من هؤلاء الجيل مثلا زي راقب عيات أو كده كان لهم محاولات بشكل أو بآخر أن يحروقوا عن الأكاديمية لكن كانوا في النهاية هم كانوا أكاديميين أنا هضيف على يعني مش أنا مش هحفظ مش هحفظ لسنة 68 على طول اللي هي تشكل يعني سنة عاسمة وحدث جلل في الثقافة أو في التاريخ المصري ثقافةً وفتراً وكل جميع المستدلات هفق يعني هكيد هحط بين هحط تاريخ من عندي كده بين التاريخين بين 16 سنة 16 بسنة 68 سنة 39 دي كانت بدايات الحرب العاملة الثانية في بروكا محصل في مصر حركة مهولة يعني هائلة هزت كل الكيان الفني كله الكيان الثقافي يعني دول كانوا مجموعة اللي هي مجموعة جماعة ما يسمى بجماعة الفني والحرير دول كانوا مجموعة مصقفة يعني رفيعي الثقافة من خيرة المصقفين المصريين وكان لهم يعني توجهات راديكالية أو متطرفة في التعامل مع كل التراف اللي هو موجود يعني كانوا ضد الأخلاف السائدة ضد القيم المجتمعية والعادات والتقاليد وكانوا طبعا بيتقنوا الإنجليزية والفرنسية والعواجر الخصوص وكان زعيم هزي الجماعة اللي هو شاعر جورج هنيل كان على اتصال مماشرة الزعيم السيريالية في باريس أمدري بيرتوم فكانوا يعني وطبعا هزوهم يعني هم كان هزوهم فكرة أنه النازية في ألمانيا كانت بتلاحظ الفنانين وبتقول عليهم فنانين منحطين أو الفن بتاعهم منحط وكده فعملوا مانفستو وكان يعني تقدر نقدر نقول إنهم كانوا امتداد للحركة السيريالية وتوجهاتها في فرنسا كانوا يمثلوها في مصر عندنا أنا بشكل أساسي جدا ممكن أعتبر الجماعة دي هي بالضبط كده مثيل للحركة الدادية اللي هي حصلت سارة 16 في المحطة الأورانية يعني ممكن نتصور أو إن الحركة الدادية كانت هدم لي وقع موجود في سويسرا في السنة 16 في نفس الوقت كان عندنا بناء لي حركة ستهدم بعد عشرين سنة على يد السيريالية أو على يد ممكن ما يمكن أن أطلق عليهم الدائيين المصريين لأنهم كانوا فعلا يتشبه سير كثير جدا في الخصائص الدادية أو خصائص الفنانين الدادين اللي هما كانوا ضد هذا المجتمع الجرجوازي اللي هو وهو تسبب يتسبب في الحروب والمجازر فكان فيه رفض من سواء الدائيين الأوائل أو الدائيين الجدد بتاع السنة 39 عندنا بتوى السيريالية كان فيه رفض المنطق لكل القيم التي خرجت من هذا المجتمع سواء كانت قيم أخلاقية قيم فنية قيم عداية وتقاليد من خص المجتمع فهما كانوا ضد داع كله فكان يعني هما طبعا كانت يعني جماعة لوحقت فيما بعد لأنه كان نشاطاتهم سياسي وكان لهم تواجه سياسي كده فاعتقلوا في النهاية وتشردوا وراحقوا الواحد منهم الى اللي هاجر الى فرنسا ده زي رانسيس يونان اشتغل في هيئة الإذاعة الفرنسية في القسم العربي اول زي جرجو همين كان ابوه ابن رابي الدبلوماسي فكان بيلف في أوروبا كلها الا ان الجماعة دي خلخلت شيء يعني خلخلت يعني هي طبعا ما عملتش حاجة على المستوى السياسي او الاجتماعي كتير لكنها عملت على المستوى الفني خلخلت المفهوم الاكاديمية او كل الاساليب المدرسية اللي كان الفني بيومعرس فيها حتى ذلك الوقت هذا حصل هزة يعني حصل هزة وبالتالي هي مهدت الطريق لجماعة جماعة اخرى بنيت على انقاض انقاضيها وهي جماعة الفن المصري المعاصر اللي كانت ستة واربعين كانت على يد راجل مفكر ومربي رائع يعني اسمه حسيني يوسف ابيمي ده كانت خد كان هو بدرس خاسمه وكان بياخد يحل يحتشف الانطبرة وهو اقتشف طبعا اثنين من اشهر الاشخاص الشخصيات الفنية في تاريخ الفن المصري الحديث وهو يعني حامل ندع على رأسهم وفي المقام التالي عبدالهادي الجزار دول يعني ابرز اسمين خرجوا من هذا من هذه الجماعة اقدر اعتبر ان جماعة الفن جماعة الفن الحرية وجماعة الفن المعاصر في الفترة دي يعني فترة الاربعينيات خمسينيات هي يعني كانت فعلا فترة تفاعل بين الفكر وبين المنتج الفني يعني كان انا ادعي ان هذه الفترة او هاتين الجماعتين كانوا اول جماعتين يعتمدوا الاساس النظري والاساس الفكري والفلسفي لأفكار ما يتخذوها كاساس للعمل الفني يعني اعمالهم الفنية او توجههم الفني كان مبني على اساس نظري فكري فيما بعد او فيما قبل كان الفنان اشرح بالدرويش يعني موضوع موضوع تسجيل بيسجل منظر او بيتعامل مع اطراف بمنهجيات اجنبية وعايز يعني كان فيه حاجة مش مزبوطة يعني انا بتعامل مع اطراف بس بحاول اسمد دي هويتي في نفس الوقت اللي بستعمل ديه تقنية النبية فكان فيه نوع كده حاجة من اللحوطة الفكرية ودي كانت ناتجة عن ان الفنان او المعظم الفنانين او معظم الانتاجات الفنية في تلك الفترة او في البدايات وفي النهايات يعني في نهايات القرن برضو كانت لا تعتمد الفكر اساسا يعني ما كانش فيه عندنا مفكرين يعني ان الثقافة دايما بتكون جسد واحد متكامل يعني مش هنلاقي يعني عظمة في تاريخ الفن كحاجة بانفصال عن تاريخ الادب عن تاريخ الفكرة عن تاريخ السياسة يعني كل الجسد الثقافي بيعمل كواحدة واحدة وكده لكن هما الجماعتين دول اقدر اقوم ان هما اكتر اتنين كان لهم فعلا اساس فكري نظري حصلت في تاريخ الحركة في بصر التاريخ الثاني اللي اتكلم عنه طفل اللي هو سنة 68 وهي طبعا عندنا يعني شهور ما بعد النكسة او يعني سنة لو انه اقول بالدقة يعني سنة ما بعد النكسة فائك وكانت الصدمة طبعا في صدمة النكسة دي زلت احنا مزلنا مصدومين بيها يعني فكانت يعني سرت تحولات جدرية برضو في كثير من الفنانين اللي هما معظمهم التفوا حوالين الثورة واحداف الثورة بزاعمها وكان المد القومي هو الاساس اللي هو المتحرك وبيدفع الحركة الفنية او يعني انا معلش انطيق بسرعة كنت عايز اقول ان ان جماعتين دول كان لهم او جماعة الفن المعاصر كان لها الفرن انها تنفتح على اتجاهات او جماعة السريعة كان لها الفرن انها تفتح اهوال كل انواع المدارس الاخرى زي التجريدية زي التكابية حتى في البدايات زي التعبيرية والرمزية وكل المدارس الاخرى اصبحت يعني تمارس في مصر بعد ان كان كل شيء كان فيه مجرد محصور على التوجه المدرسي الاكاديمي ففي سنة 68 طبعا زي ما قلنا النكسة احداث التحول يعني الكل الفنانين اللي كانوا مرتفين حواليه القائد العظيم بتاع السرق واهدافه والاستقلال واحنا وكذا وكذا فقدوا ايمانهم بالمشروع يعني فقدوا ايمانهم بالمشروع اللي هما سخروا او سخروا بالضغطة يعني سخروا من قلبه يعني فكانوا اصلا بيه وعتوي يعني كان فيه مرسم الاكسر كانوا يروحوا عشان يشوف التراث بتاعنا وعشان يسجلوا المزارة دي عشان يشوفوا السد العالي ويسجلوا المزاره وبنسكر هنا يعني فيه نموذة يعني فاجعة يعني ممكن اقول فاجعة بحكم ان انا منظوري كفنان يعني اعمالي واحد زي عبدالهادي الجزارة اديه كانت عظيمة اديه كانت نبعة من نبشه فيه طبعات المجتمع السفلة والمقهورة وفاكرة مع البشروع النصيرية تحول تحول شديد ويعمل حاجات يعني انشائية ولا تمت بيه بصيرة كفناني يعني زي بناء السد العالي ولوحة المفاق واللوحات البروبا جندا التي تذكرنا بالترانس او الاتحاد السوفيتي في فترة الشيوعية مثلا او التوضب القومي الاشتراكي القومي ده بعد كده طبعا كثير من الفنانيين انفضوا حول هذا المشروع وبدأوا يعني يعودوا لي في بحثوهم لي الفكرة الهوية المرتبطة بالتراف مش موضوع باسبات الذاتة نحنها كما كان في الفترة النصرية فبدأوا يبحثوا عن في التراف والشعبيات وما كمان يتجه لي الخروفية والفن الاسلامي والزخارف الاسلامية على اساس عايز يعني مش لاقي مصدر يقصر به حدد او 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 يعني المأساة انه تاب للفن الغربي الا انه يعني يستخدم المعنى الجراربي في بحث وفي نقش وفي لصق يعني لو هقول بالضقة يعني في لصق موتيفات متاخدة من حجات من سواء من التراف او من الحياة الشعبية او من هنا او من هنا عشان يقول ان انا هنا وانا مختلف وانا ما زلت مصري وانا وكل هذا كان يعني كان مرحلة يعني احنا نتكلم عنه لا نسفره ولا نمجده يعني هي كانت مرحلة ضرورية في تاريخ الفن المصري طبعا من الجاه بعد الفترة دي زادت مع فيه مرحلة المفتاح الاتصال وانا اصبح كل شيء يعني سوق يعني اصبح كل شيء بيخضع بلوع السوق فالفن ليس يعني ليس شيء مقدس بحيث انه لا يتلوث يعني الفن ممكن ان يكون اي شيء يعني فطبعا الفن بتلك الروح الفاقدة لتوبهاتها الفاقدة للهدف التي الروح الحزينة الكثيرة مكسورة من النجسة التي تبحث والروح المشروخة والمقسومة بين التي تصارع بيتين يعني فكرة هو رازح يرزح تحت التبعية وفي نفس الوقت عايز يقول انا هنا يعني فيه مأساة في الموضوع يعني انا مش قادر اقول انا هنا بادواتك لكن بقولها بادوات كلنا بحاول اقول ان انا لا يعني انا انا زيه بالضبط او هو مش احصل مني يعني او كده فطبعا هذه الابحاث او الفنية او الاتجاهات الفردانية التي تشذبك بعد النجسة اصبحت فيه يعني بشكل او بقى اخر تخضع روايدا الى لغة السوق وتنزل الى لغة الطبقات الساعدة البردوازية الجديدة يعني كانت منك طبقة ماشرة من البردوازية اه 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 محتفة نعمة اه ليس عندهم اي رفق ثقافي اه ولكن عايزان يعني يعتقدون هذا الرفق الثقافي فيشتري اللوحة او عشان اه عشان تحصها في الانتريل مثلا وورا الانتريفة اه يعني اصبح هذا مشجعا جدا للحركة الفنية انها تقرق فيه مع الهزيمة مع الاحساس بالله نعمة بالله تواكه فاصبح الفن اصبح يعني الحضرة الى هذه الاجواء طبعا يعني اود ان اقول ان انا لكو عملي يعني اكيد هنلاقي هنا وهناك بعض الاناصب يعني مازالة الحفظة على نفسها بعض او الخارجين عن النينس دي والخارجين عن الاوتسايدر يعني فلاقيهم هم مازال يعني حتى لو عاشوا في الزل كانوا بيمارسوا جوتهم ومارسوا ابنهم كده التاريخ النقطة الثالثة او التاريخ الثالث اللي هو سنة 98 او 98 او 98 برضو كبير في التاريخ في الواقع المصري الفني المصري فهو بالضبط كان تاريخ دخول المؤسسات الاجنبية الدعمة او ظهورها في الوسط الفني المصري وبداية دعمها وتشجيعها واستطابها للعناصر التي الفنية الشابة من جيل ما يسمى جيل اكتسانيات اللي هما خرجين ارفرين من كل ما سبق لا مستقبل امامهم كافرين بمعنى ادفتهم كافرين بكل ما حدثت خلال القرن الماضي بكل تاريخهم فكان فيه نوع من التطلع يعني لو هنستخدم اللغة اخفر في النوع من التطلع نحو ممارسات يعني جديدة تماما تكون بعيدة عن هذه الممارسات التي لم تجلب لها اي شيء فان توصل الفن المصري الى اي منطقة ايجابية او ممكن يفتاخد بها فنان المصري يقول انا هنا يعمل فظهر طبعا يعني اصبحت بعض العناصر الشابة بدأوا يمرسوا هزا اللون من اللغة فانه بدأوا يحقفوا في الواقع ما راح على ان بدأوا يلفوا من نتيجة هذا يعني النتيجة ده كان اول حاجة يعني انقسم افتسام المنظر مفني الى اه توضيهين اساسيين فيه توضيه ان هو نتشبس بالممارسات التقليدية ديما اللي هي بالخمات ونفس المناهج ونفس المسائل البحث ونفس المفردات ممكن ولكن باشكال يعني بروح صاحبها او باحساسه هو والممارسات المعصرية يجب لي ما يسمى النيو ميديا والانستليشن والفيديو ارت والكلام الحقيقة يعني الحد هنا ده جديد جدا يعني انه حصل ما حرر الحركة الفنية او مضحة فيها ديما كده لكن اه وده عظيم يعني لكن الاشكاليات النابعة او النتيجة من اه هذه المبارسات او من النتاج الفني او من الصادر من هذه المبارسات كانت اه اه يعني اه هي الاشكالية هناك نقاط بعض النقاط الممكن او بعض المآخذ او بعض اللي هي ممكن يعني طبعا لا نستطيع ان نناقشها كلها الان بانها يعني اه ممكن نعمل فوكس على كل قضية بينهم وهذا يكون موضوع بنفسه يعني اه من ضمن هذه يعني هحاول كده يعني اتذكر الاشكاليات اللي ممكن معددها يعني اه من النتاج في التأمل للنتاج الفني او المعاصر بالحساسية الجديدة بالحساسية هنجد مثلاً أن فكرة الدعم نفسها يعني فكرة الدعم يعني أولاً كان الموضوع اللاقة الفنان التقليدي بالجدري أو اللوحة بتاعته علاقة مفهومة جداً الراجل الجدري ده جايس ده بيجعله جوحة وهو بيأخذ نزبيته كل واحد سنة الآلاقة هنا مع المؤسسة الحشاب تركيباً وأعقد ومركبة يعني ما بقاش حتى بس الآلاقة الفنان المؤسسة لها ده فيه وسيط بينهم اسمه كريتر الراجل اللي هو بينظم الحاجات وبيختار وبيحط التصورات بالعرض ممكن حتى بيوجه الفنان يعني فالمشكلة أنه يعني أحد هذه المشاكل أنه سلطة الفنان ترجعت أمام هذا المفهوم الكريتر وفي السلوس الذي ممكن أن يقال عنه العلاقة بين الفنان الكريتر المؤسسة فيه سلوس كده والعلاقة بينهم فالكريتر لازم يراعي التوبهات المؤسسة والفنان طبعاً لا يستطيع أن يحرق عن هذه التوبهات فهي هنا الخطورة بتاع التأثير المادي اللي هو فيه معه ماشي لحد هنا يعني يعني ممكن أن نجد بعض الفنانين يجدوا دعم كويس ومنجهات كويسة ويعملوا بنفسه ذاتهم الخنية ونفسه بتاجاتهم بلا بدون هذه المشاكل أو بالانفلاك منها عبر أعمال قوية وذات هلم لكن الحاصل أن هناك فعلاً ملاحظات كتير ممكن نخرج بها وتصل إلى حد الإشكاليات أولاً الفنان يعني طبعاً أنا أكبره بين أقواس لا أقول أن لا أعمل يعني أنا أبداً تتكلم عن التوجه بشكل عام أن التوجه المتاج الفني المعاصر في بلد زي مصر أو في البلاد العالم الفالس بشكل عام تنهل من مشكلات الواقع ولا تخاطب هذا الواقع يعني أنا بمسك الكاميرا وبنزل تيك تيك أو بعمل فيديو أو بعمل مش مش عارف إيه يعني فكرة الفن المعاصر مبنية أساساً على موضوع الـ يعني النهاردة بالفن المعاصر مش هقدر أعمل بأي عمل إلا من إذا كان وراه فكرة هذه الفكرة لازم تتبور والورهة وتكون مواضحة أن أنا أشتغل على المشروع الفناني فهناك يعني حكمية أن أشتغل على مشروع ماذا؟ المشاريع الموجودة هكيئ من إيه؟ يعني إلا من الواقع من مشكلات الواقع من عمق هذا الواقع فلكن التوجه بخاطب ماذا؟ يعني السؤال هنا من يخاطب الفنان المعاصر؟ هل يخاطب فعلاً المجتمع بتاعه الذي نعجل منهم المشكلات؟ ما نيته؟ دي برضو فإحضر يعني يعني كظاهرة كده ممكن نرصد أن معظم النتاج الذي يصدق عن هذه التوجهات دي بيكون غالباً للعين الخارجية أكثر مما هو للعين الداخنية وآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ تقريبا وصلت الى درجة انها تكون تليشية يعني الحجاب الوضعية المرأة المجتمع الاستهلاكي الحيالي او الشزوز الجنسي يعني وضعات تهم جدا المتلقي الغربي بحكم الازمات الحاصلة في العالم اللي احنا عايشين فيه وعلقة الشرق بالغرب كما هي الان بتأزمة فده بيحصل بشكل تقريبا مشكل يعني اما بشكل واعي او غير واعي يعني النتيجة واحدة سواء كان فيه واعي او غير واعي النتيجة الحقيقة واحدة انه انه معظم يعني المرأة ما يأخذ من النتاج هو يتناول او يدور في هذه المناطق التي لا تخاطب ابدا وليست منتاجة لتخاطب الواقع الذي اخذت منه ولا ينوح حتى ان تعرض هنا او تروحهم فدي اشكالية كبيرة يعني في مش عايز اعدد كل الاشكاليات ممكن نخليها كنوع من الحوار المفتوح وان يعني ممكن انتهي هنا ونفتح الحوار فالاسلة ممكن يعني نكون اما البابلو هو اولا اوليا 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 احنا الاثنين في نفس الوقت شكرا 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 نفس الوقت اشتركوا في القناة 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 وكان مجتمع في THEM المال في المال في الوقت حتى الآن في المنزل المنزل وكان الناس جاءهم وراء العام في تقلق وكان من المال يتبع مهاما وكانت تقلق وكانت التواصل الاشتراك في العديد وليدي تخبر فيه اشترك الوحوات وزينه بالمقانوة يؤدي المساعدد ايضا يامل معي ويوجد على المقارب على المقارب على المقاربة الذي يشعر بالخدمات المدعات المخلصة لأنه من المخلصات المخلصة هذا يعني بالقبل كيما المخلصة المخلصة لأنه من الوصول على الوحيدة شكراً لكم يعني مش هو شخص ما تمشي ما مش تكونه شو ما مش هو باحث اكتر فلوان تقدر تتكلمتش ما يعطل تكون فانقام باقي هي تعمل اشخالية شوية دلوقتي في مين المفروض يعمل ايه وكل قدوم كل حد هنا هي اشخالية في العالم كله مش يعني مش هنا بس هو اولا طبعا هنا في مصر الوضع اسود لان عندنا او حتى على مستوى الدولة او المستوى الممارسات بتاعت الدولة الرسمية مفيش مفروض الكيوريتا بداخلش لفظ الكيوريتا ما بيستخدمش اصلا ففيه الكموسير والكموسير ده ما تعرفيش ما تعرفيش شغنته ايه هل هو اللي بيرافق الفنانين عشان يعاملهم بس المعرض ومكان ما ويبتب لهم اللي اوحات اه والفنانين اصلا مختارين من قبل لجنة يعني الكموسير ده ما توجدش علاقة بيهم فالموضوع يعني زي اي حاجة في مصر يعني زي اي حاجة في مصر يعني كله داخل في بعضه مفيش حاجة محددة لكن هو اعلن مستوى على محسن بقافها انه الكيوريتا اصبح ثامن يعني يعني في بعض الاحيان اصبح اهم من الفنان او بيش يلعب دور الفنان نفسه يعني يعني على سبيل المثال انا كنت في بينالي بينيسيا ودخلت الجناح الكويتي كانت الكويت بتشارك اول مرة فانا يعني مش فاكر اسماء خلص يعني انا مش زاكرتي عندي زهايبة في الاسماء في المرحة فكان الكويتر على افتكر هي واحد الاسد كانت يعني جايبة شغل واحد تقليدي واحد زي مثلا من الجمال السجيني مثلا زمان كان عامل في الخمسينات او الستينات تمثال الملك عشان يوضع فيه ميدان عامة فهي اخذت اجزاء من هذا تمثال زي الايد مثلا زي الفنان ليس له دخل ابدا الفنان عمل هذا العمل بكونسيبت معين يعني عشان يتقط في ميداني الراجل كان واضح وكان مع نفسه يعني هو محدود ودي شغلته يعني فهي اه اخذت هذا ووضعته فيه سياق في اه مع شغل فناني حداثي اه وعملت لنك بين الشغل الشغلين يعني عازة تقول قدي التقليدي وقدي المعاصر او او شيء هذا يعني انا في دخلت في يعني في مناقشة مع صديق اه يعني يمكن يعرف اكتر مني في هذا بالجانب بترو يعني طبعا اه 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 كي ريتا في الحالة دي يبقى هو الفناني يعني الستة دي هي 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 العمل للعمل انها اتت يعني وضعت سياق عمل اه معنول بموضع ما فيه سياق تاني خالص ملوش علىها بالنية اه خلقها لها او شكتب بيها يعني. يعني بالضبط جدا لابو رجعنا مسلا اللي مرسلت وشان هو اللي كان اصلا اه يعني اه في العشرينيات هو اللي صاحب نظرينيك ما يسمى بالفاوند اوبشيكت لان انا لقيت هذا الشكل في الواقع هذا الابشيكت في الواقع. فخلاص انا قررت ان ده فن. فبمجرد اقرر ان ده فن بقى بقى فن. فالراجل الواقق ده فهي بقت الفناني. يعني اللي اتيجي لو حسبتيها تلاقي هي الفناني. وهي اشكالية موجودة في حسب معرفتي حسب موجودة في العالم كله ما ففيش حدود ديها يعني لدرجة انه يعني تضغطها مع الموضوع. بدرجة انه هناك الان دراسات في بعض الاكاديميات الفن في العالم. لدراسة يعني مخصوصا الكوريشن. يعني بطيق بيدخل عشان ينس. فا يعني لكن حسب معرفتي ده بيحصل ولا بيحصل. يعني فيه جماعة رايبين من بعض. وانا كوريكورييتر. طيب تعالوا اشتغل على فتة كذا. او انا ككورييتر بقيت ان اوه ده وده وده شغلهم ماشي فيه حاجة او عايز اقول حاجة من خلاله. فبقى معهم فبأكد اه العالم الفون بتاعي وهما بيطوعوا الشغل بتاعهم عشان يدخل في السيارة. وهي يعني انا ذكرت انه احيانا بيبقى فعلا فترة العرض بتضغى في الفنون المعصرة بتضغى على الفردية العمل نفسه. بقى يعني فمن روح عرض في الحالة دي بيبقى الكوريشن هو البحر. وترجعت يعني يعني وترجعت فرصة التقييم العامل الفني على حساب تقييم المعرض كله كحدث. لازم نكون. يعني ترجعت من القوية كانت ترجعت لنا. القوية احياني نكون لنا خلالي اصدقاء بالقناة. نعم، قاعد. قاعد، قاعد. بيكونوا شعور مفروض ولا ولا بيكونوا شعور ما يعني التطور للغالرستي يعني أوشك معاصر من الغالرستي يعني الوديد سؤالي مستر يوزي سيطور كان يكلم فترة مفترة بالفنانين في سويسرا روزاف الفن في التمكتناع ومشارك 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 كيف يستطيع يوزي لنا في مصر؟ كيف يستطيع يوزي لنا؟ كيف يستطيع يوزي لنا في مصر؟ بسؤالي أمير مرحباً؟ بسؤالي سياسي أصلا نعم الصورة أحسن صورة نعم أصبحت في هذه الماضically، أيضا هذا الماضي في الوصف أمام الكثير من النظام الماضي لن أصبحت للإشتراك، فكرة الماضي في الوصف تجمع التعيش في الوصف في الناس، هناك الكثير من الأشياء أشياء شركة شركة ومشاركات، أنت قتل في أساعدة الكثير من المعنوات، في وعند أحياء الأخرى في أساعدة الأموات، اعرف بل من الأهمية كانت كمستدر بلد من المدربية اعتداء الزهاتم كانت من أهمية تاديم والذي هي قادم للتجانب وبالتحدث في المنطقة، ومن المنطقة خلال هاتف شهر إلى الكمل المنطقة أن يقوم بشكل عدد وشياء حيث مواضعية لماذا كانت هذه المستشارة المستشارة ومعن الاجتشارة المستشارة كانت أيضاً كمكتوب بشكل مستشارة انه كان لديم أين قرار كان لديم أين المستشارة كان مستشارة مستشارة ويجب ان تجربت ورحمة الناس على مجرد تجربة من الوقت المنزل من التجربة والمجرد من التجربة ورحمة الناس على مجرد ويجعل اشتركوا في الفتحات وفي الأشتاء الواضحة وفي الأشتاء الاسمتقلة وفي الأشتاء الواضحة حدثت 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 الحصوانيات المشترك للسوق الخالج فهل فيه دراسات وأبحاث أو حدا بيعمل حصائيات فعلياً على الواقع على الأعمال المعاصرة عشان أن نشوف قديش فعلاً نسبة هذه الأعمال اللي قلت على الخالج أنا نقضيك شخصياً أن الأعمال أو الفنان المكتع عماله بيبدأ بنظرة أنه حيوم الوجه للخالج في الحياة ما عندنا نقص في كل حاجة يعني مش في الأحصاريات بس ده فيه نقص في النقض يعني يعني النقض العبوريتي النقض الفنان المحساء اللي هي المفروض تقوم الحركة أو تقوم دي ما يعني جيش مهودة يعني أو فقيرة جداً يعني ما أحصل بكثير لكن أعتقدت يعني لأن هذه يعني معظم هذه الأعمال تكون مختبطة بمؤسسات أو بأناكن دعمتها أو كده فممكن هناك أكيد هناك أرشيف بهذه الأعمال وممكن ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر